بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة والأخوات السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونفتتح يومنا هذا بالدعاء المأثور المعتاد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أما بعد فهذه متابعة في سلسيتي يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها الثامنة وفي هذه الحلقة متابعة حول التطرف الديني والمساس بالشرعية يقول المحاور إن المتطرفين كافة يؤكدون أن وظيفة الدولة المدنية من المنظور الإسلامي تتمثل في حراسة الدين وسياسة الدنيا به وأن حظها من الشرعية بقدر حظها من القيام بهذه الوظيفة وأن كل تصرف لها خارج هذا الإطار باطل ومنعدم مع ما ترى مما تؤدي إليه مثل هذه المقولات من إهدار الشرعية القائمة شعة الفوضى تخريب المجتمع غطاء شرعي للإرهاب الذي شهدت البلاد والعالم مسلسلا من جرائمه المروعات في الأهولات الأخيرة فما مدى صحة هذه المقولات وأين نضعها في ميزان التطرف أو في ميزان الوسطية الجواب عن هذا أن نقول لا ريب أن وظيفة الدولة في الإسلام تتمثل في المقام الأول في حراسة الدين وفي سياسة الدنيا به هذه المقولة لا علاقة لها بالتطرف بل اتفقت عليها الأمة في مختلف أعصارها وأمصارها حراسة الدين وسياسة الدنيا به الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به التفتازاني في متن مقاصد الطالبين يقول رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرازي يقول رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص الجوين يقول لإمامة رئاسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا الدخل الدون يقول في مقدمته حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدينية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به أما القول بأن حظها من الشرعية بقدر حظها من القيام بهذه الوظيفة فذلك حق لا معدل عنه لا علاقة له بتطرف ولا بغلو ولا بإرهاب لأن من أبجديات العقائد في دين المسلمين أن الحجة القاطعة والحكمة الأعلى هو الشرع وحده وأنه لا طاعة لأحد من المخلوقين طواعية واختيارا في معصية الخالق جل جلاله إلا لمن أذن الشارع في طاعته وفي الحلود التي أذن بها فلم يجعل الله لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة على سبيل الاستقلال إنما جعل طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعده مع أولي الأمر ليبين أن للرسول طاعة على سبيل الاستقلال أما الولاة فطاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله فكانت طاعتهم مقيدة بأن تكون فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة ولذلك لم يأمل بالرد إليهم عند التنازع وإنما أمر بالرد فقط إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولهذا أكدت النصوص الشرعية على تفرد الله جل جلاله بالطاعة المطلقة وأنه لا طاعة لأحد في معصيته لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق العز بن عبد السلام سلطان العلماء يقول لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد في معصية لا لما فيه من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الإقراح فلا إثم على مطيعه وقد تيبوا طاعته لا لكونه آمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع إلى آخر ما قال رحمه الله ثم بين وجه تفرد الله جل جلال بهذه الطاعة فقال وتفرد الله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي فما من خير إلا هو جالبه وما من ضير إلا هو سالبه وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا أولى من البعض إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق إله وكذلك لا حكم إلا له فأحكامه مستفالة من الكتاب والسنة والإجماع والأقياس الصحيحة والاستدلالات المعتبرة إلى آخر من قائم ما قال رحمه الله أما ما ذكرت أو أما ما ذكر من أن هذا يؤدي إلى إهدار الشرعية القائمة يا رعاك الله لقد علمت وعلم المسلمون أجمعون أنه لا شرعية إلا لما وفق الشرع فإن كانت الشرعية القائمة موافقة للكتاب والسنة فقد وجبت الطاعة لها ظاهرا وباطنا ولا ينازعها إلا باغ ظلوم أما إن كانت الأهواء السياسية خارجة على الشرعية مناقضة للكتاب والسنة مراغمة لأمر الله ونهيه فلا مناصح نئذ من القول بأن الطاعة لا تكون إلا في الطاعة وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن الحل لا يكون بإلزام الأمة والشعوب بالطاعة المطلقة في المعاصي والمحرمات بل إلزام الولاة والقائمين على الأمر والقابضين على أزمته بالتقيد بالشرعية الإسلامية دعوتهم برفق ولطف إلى تحكيم الشريعة والوقوف عند حدود الله عز وجل وعدم اعتدائها عدم الخروج على محكمات الكتاب والسنة التي يؤمن بها الجميع حكاما ومحكومين أما إن كان المقصود هو التزام الحكمة المقصود هو التزام الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموازنة بين المصالح والمفازد المتعتبة على الأمر والنهي والكف عن الاحتساب والإنكار إذا أفضى إلى منكر أكبر فقد سبق وقررنا وأكدنا أن هذا هو الفقه الشرعي الذي يجب التقيد به في باب الأمر والنهي وأن إغفاله يفضي إلى الوقوع في الشطط والتطرف فالسعي إلى التغيير والاحتساب وإنكار المنكر يجب أن ينضبط باعتبار المآل والموازنة بين المصالح والمفازد لتحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين لتحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين طبعا على مستوى الاعتقاد الشخصي والسلوك الفردي لا مناصفه من الالتزام بالشرعية الإسلامية في جميع الأحوال هب أني عجزت عن إنكار المنكر بيدي أو بلساني فلا مناصف من إنكاره بقلبي فهلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر لأنه لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب فلا يتراجع إنكار القلب للمنكرات إلا لضعف الإيمان بالله ورسوله إلا لأن جذوة الإيمان قد خبت وتراجعت وانكسرت وأو شاكت أن تنطفئ وإنا لله وإن يريه راجعون أما ما أشرت إليه من حوادث العنف والغطاء الشرعي للإرهاب فإن التصدي لذلك له شقان شق يتعلق بمن تنسب إليهم هذه المواقف وذلك الشطط يتمثل في دعوتهم إلى الالتزام بفقه الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وعدم تجاوز القواعد الشرعية الضابطة لهذه الفريضة حتى تحقق أعمالهم غاياتها في إحياء واجب الحسبة والجهاد ولا تخرج إلى دلات الشطط والتطرف إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين لكن له فقه يضبطه وقواعد تحكمه ومقالات لأهل العلم تتنزل عليه من غاب عنه فقه أدى احتسابه وإنكاره إلى مفاسد أعظم من المفاسد التي انتصب لإنكارها لكن هذه الدعوة الجميلة لا تتأتى من خلال دعاة للأسف عرفوا بوقوفهم على أبواب الصلاطين باعوا دينهم بعرض من الدنيا وقد سئل بعضهم فقال من السفلة قال الذين يبيعون دينهم لإصلاح دنياهم يفسدون دينهم لإصلاح دنياهم قيل فمن السفلة السفلة قال الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنيا غيرهم هذا لا يتأتى من خلال من عرف لا يتأتى هذا الواجب على وجهه لا يتأتى هذا الواجب على وجهه إلا من خلال من عرف بالصدع بكلمة الحق من العلماء الرباليين والدعاة المجاهدين الشق الثاني دعوة القائمين على الأمر القابضين على أزمته إلى الالتزام بالشرعية الإسلامية والوقوف حيث أوقفهم الله ورسوله وعدم تعدي حدود الله عز وجل هذه الشرعية التي يدين لها الجميع حكاما ومحكومين بالولاء والطاعة فإن فعلوا فلا يكون لهذه الحوادث يومها مسور ولا لأصحابها حظ من الشرعية فدعوة القائمين على الأمر إلى الالتزام بالشرعية الإسلامية والوقوف حيث أوقفهم الله ورسوله ودعوة القائمين بهذه الحوادث إلى الالتزام بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقيد بقواعده الشرعية هو المخرج من هذه الفتنة التي تتحدث عنها لا يكون المخرج أبدا بإطلاق القول بشرعية الأهواء السياسية بلا ضابط ولا حريجة من دين أو خلق ووجوب الطاعة للقائمين عليها في الطاعة وفي المعصية فإن هذا الذي لا سبيل إلى قبوله في واقعنا المعاصر لقد نضجت المفاهيم الإسلامية وأصبحت الأمة على بصيرة من أمرها وعلى وعي مرتفع بحقائق دينها وبأباطيل خصومه إن الأمة كلها حكاما ومحكمين مطالبة بأن تدخل في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة الاستقام على أمر الله سبحانه وتعالى والوقوف حيث أوقفنا الله ورسوله هذا هو المخرج من الفتنة الذي لا مخرج سواء أحبتي في الله إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته